هتقول للوالد والوالدة انا عايز لعبة الجهوده من اللي ساعدك ومن اللي شجعك ومن اللي ابتدى معاك في الحتة دي بص اقول لك حاجة والدي كان تاجر احنا عندنا محل زي بقالة بالنظام القديم مش السوبر ماركت يعني بس اقل عليه السوبر ماركت فكان والدي مهتم بالتجارة اكتر منه بالرياضة فكانش مهتمة وقال لي لا انت سيبت مرادة وتعالى ععد معي والديتها اللي رحمة هي اللي اهتمت بي وجابتلي شنطة وروح تشاريت بدلت جودو وعدت اتمرن وبدأت اتمرن جودو بقى واحدة واحدة كانت تالت مرات في الاسبوة وبقيت الايام في الصيف بقى عوم والصيد وبتعالى وساعت اطنش تمرينه واروح البحر المية فيها سمك كده يعني وبعد كده شوية شوية الجودو بدأ ياخدني اما دخلت الفريق قومي لغاية ما بعيد البحر بعيد عني وهو الجودو كل حياتي اه يعني عادت ممكن اقعد سنتين تلاتة منزلتش المية وده كان ما كانش ممكن اتخيل في يوم الايام الان المية دي منزلاش كل يوم يعني اكيد اول مدرب في الجودو مرانك عمرك ما تنساه طبعا هو الكابتل عمنا من الواشر مراني عادت في الواي مسي ايه اللي هو شبان المسيحية وبعد كده رحت اه بعد منها في حالة اربعة سنين رحت النادي سموحة مع الكابتل ناحي فضول الله يرحمه هو اللي عادت معاه مدة طويلة كان فريق قومي وكان في نادي سموحة يعني طب اول بطولة بقى بدأت خلاص تدخل اللعبة بشكل اكتر جدية شكل يعتبر محترف بقى خلاص اول بطولة شاركت فيها عشان تحق اول مديليا في لعبة الجودو اول مطولة لعبت بطولة سكندرية انا بعد احنا المطولات بتاعتنا بتبقى في الشتا اه انا لعبت في الشتا كنت اخذ اول سكندرية اول سكندرية شابات بعد قديه ست شهور تقديه بعد ست شهور من مرسدك اللعبة بالضبط اه لكن ما لعبناش بقى بطولات جمهورية ما كناش بنلعب بطولات جمهورية كان فيه بعد منها في فطر كده عملوا تجارب يعني بيبدأ دي اسمها تجارب انه بيختاروا منها الفريق قومي فكنا سافرت عملت تجارب كالفنات الجزيرة اه وكسبت وراحنا تشيكو الزوفاكيا يما كان قبل ما تتفرق يعني وكان ده لقاء صداقة ما بينهم بين تشيكو الزوفاكيا مفارات حدية ودية اه وبعد كده سافرت التركية اخدت برونز وفاد حاجة زكية لكن اول بطولة بالنسبالي واهم بطولة وهي البداية كان بطولة العالم بطولة العالم دي كان في فريس سنة في ديسمبر سنة تسعة وسبعين دي كانت اول مرة مصر تشترك بفريق بطولة العالم وانا اول يعني كنا احنا ثلاثة لعيب اول لعيبين نمثلوا مصر في بطولة بطولة عالم بطولة عالم وطبعا بطولة عالم كان بتتعمل من زمان بالسحنة كنا معادة عن القصة دي يعني احنا بالنسبالي مثلا كانت تونس وجزائر ومغرب كانوا يعني كانوا مشهورين جدا في الجهود اكتر مننا لان اروبوهم من فرنسا وفرنسا كانت قوية في الجولو احنا بالنسبالنا كان مشها قوية في الجولو الزمان اما روحت باريس سنة تسعة وسبعين انا بلعب وزنين وزن تييل ووزن مفتوح بلعب وزنين احنا بنلعب على اربعة ايام اول يوم انا بلعب واخر يوم فاول يوم انا لعبت خسرت من اللعب روسي كان ضخم كده اضخم مني بتاع وانا خسرت وهو خسر من اليابان وابتلعنا برا فاخر يوم لعبت مع واحد ياباني خسرت منه وبعد كده في حاجة اسمها الدور الطردية ان انت كل الخسرانين منه بيلعبهم مع بعض فاول واحد هلا